لازم أن نناقش المنتخب وفاتورة باهزة لن يدفعها أحد هي لم يدفعها ولن يدفعها يا رجل لا حيدفعها بإذن الله سندخل عصر جديد اللي ممكن يدفع الفاتورة المسؤول الأول عما حدث وهو المدير الفني ريف توريا وديكوا شفتوا الجزائر اجمع على أن المسؤولية مسؤولية جمال بالماضي وتم إقصائه وقال لك خالد معزوزي قال لك طلاقة باقينا بين بالماضي والمنتخب في المغرب الأمر مختلف لأن وليد الركراكي عمل تجربة كبيرة في كاس العالم وعقده مستمر العشرين ستة وعشرين فهيعتبر ما حدث في الكود دفوار جملة اعتراضية لا يجب التوقف عندها من قبل الجامعة الملكية المغربية لكن الحقيقة عندنا لما يكون الراجل المدير الفني ريف توريا فيه اجمع على مسؤوليته المسؤولية الكاملة ونجد أنه عشان يتم إقصائه تتم مكافئته عشان كده بقول دي فاتورة باهزة جدا محدش هيدفعها ده ربما هيقبضها ريف توريا لأنه عقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم اللي عمله الكابتن حازم إمام أنه بعد كاس الأمم الأفريقية بخمستاشر يوم من حقك تمشيه بس تدينه راتب ثلاث شهور يعني تدينه ستمائة ألف دولار أو ستمائة ألف يورو بدون ما يشير العقد إلى أنه طب حق الاتحاد المصري فيه ما أنا همشي لأنه فشل من المؤكد يعني أكيد ما كنتش همشي لأو كان خد البطولة إزاي وأنا بمشيه بعد كاسر الأمم بخمستاشر يوم فقط المنحة اللي أنا واخدها كالتحاد مصري إنك ليك الحق في التصرف خلال خمستاشر يوم لو عدت الخمستاشر يوم وجدت مشيه اتفعلوا الراتب لغاية نهاية عشرين ستة وعشرين دي طبعا مشكلة كبيرة قوي فعشان كده إذا كنا متفقين ومستقرين في ستمائة ألف دولار حيدفعوا أنت بتقول لان يدفعها أحد لا ما الكرة مصرية حيد يدفعها الفاتورة دي إحنا وده بيقودني يا أستاذ بريم أحيانا شدة حرصنا على إتمام التعاقد مع عنصر من العناصر بيدفعنا إلى التنازل عن أشياء منطقية يعني هو محدش تخيل أنه قد يلجأ في كأس الأمة والإفريقية إلى تفعيل البند ده فلا حطه قالك هاعدة فاصلة أقوله خليها شاه خليها تما هو كده كده لازم حيوصل لأبعد مدى يعني لا لو حطيت لو حطيت أنه لو بلاش يكسب البطولة لو ملعبش نهاء البطولة باعتبر أن أنت البطولة اللي فاتت لعبت في فاينل يعني يعني فين معيار الفاشل انت بقى ده تعمله لو أنت مش متلاحف قوي وخايف لما لي ما يوفقش أنت شغلت تحت ضغط وقتها عايزين نجيبه أي شكل خلي بالك النادي القالي كان موفقش معاليه لأنه واضح أنه كان فيه طلبات اللي مش مختنع بيها لكن روي فيتوريا جاه وفهمنا أنه عنده مشروع وأنه حيطور وحيجدد وحيبصل قدام وحيصلح أو كأنه مش مدير فني للمنتخب ده مدير فني للاتحاد فالناس قالت زي بعضه ليه لا ما يكون عندنا مدير فني للتحاد يبقى له رأيي في المسابقات يبقى له رأيي في سياسات القرى المصرية ومن ثم بدأ يطلق يده فيه حاجات كتير جدا لكن ما حدث قبل البطولة من تواضع في الأداء للمتشاط الودية وتذكر هنا أستاذ برأيي أنه إحنا وإحنا بنكسب أنا قلت لك فرقنا سهل الوصول إلى المرماة فاكر أي تلك سهل جدا الفرق قدامنا يبني أنها أكثر سرعة أقوى التحامن كلها يبقى حاجة متنين أنا اخترت العناصر اللي مش عارفة تجاري الفرق دي بدنيا لأن كل العناصر اللي اخترناها من ناحية الفنية مميزة لكن هل مش جاهزة هل حتقول لي ما هي الجاهزية دي مسؤولية الأندية والنظام الكروي أو البطولات اللي انت بتلعب عايزين أن أخش مرة الموضوع من غير عصبية وأن مسألة لازم حد الجاهزة حد يتحاسب حد يتحاسب لو ما خرجش علينا بالرشدة المناسبة المرة دي أنا عايز حد يطلع يقول لنا أيوه أخطأنا في دي عشان كده أنا بقول لك هل الاعتذار ده يبنى عليه أتمنى طيب خلينا أقول لك الاتحاد أليه الاتحاد البيان بتاعه اتحاد الكرة المصري أنه بيتقدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية بعد بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية في كودفوار وقال في البيان أنه الاتحاد بيتقدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة على ما قدمه المنتخب الوطني من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية عشرين تلاتة وعشرين المقاومة بدولة كودفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري وكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة هذه جملة مهمة يعني جبنا لك لبن العصفور أنت كل اللي طلبته عملنا وينرفاها انقل طيب البيان الاتحاد كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير لأشرف صبح وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهود بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي عادينا نشوف ملمح الخطة دي وتتعرض علينا والناقش يمكن فيه خطة وإحنا ما شفناهاش أستاذ إبراهيم ومحدش قال لنا عليها لأن إحنا متصورين إنه ما زلنا في العشوائية والتمثب بكل يعني إحنا لما نيجي نبقى عارفين إن الدوري حيبقى مزداحم وحيبقى موسم وفي ضغوط وبعدين كل مرة مش قادرين نعمل موسم السلسنائي نريح بيه الكرة مصرية عشان نعمل متخب قوي يافي بالالتزامات هقولك رد الاتحاد إن الأندية بترفع ما لهاش دعوه يفرض عليها مش من حقه لا من حقه لا الله ما تدلوش لا ما تدلوش كغير شكل المسابقة حق الجمعية العمومية يا سيدي يقدر يخنع الجمعية العمومية ما تفاهمنيش إن الجمعية العمومية اللي الأندية ما عرفتش مرة تاخد طلب واحد في الجمعية العمومية دي نتيجة سيطرة الاتحاد والمسؤولين عنه لما بيحبوا ياخدوا خيرا بياخدوه بس هنا إنما لديت الدور الممتاز ثلاث سنين يجيبوه في الاتحاد ويرفضه ماهدي بيعملوه على طريق خلت عندكم لا سلام عليكم كل مرة سألوا السؤال ويخبالوا الإجابة بدون مناخشة حتى لو كانت الأندية الكبيرة هي اللي بترفض هي اللي بترفض أناقشهم هو بالرفض بيبقى غالبا لأسباب اقتصادية تسوقي ولكن أنا عند تعقدات على إن أنا هلعب عدد معين من المطشاط حق للرعاة أجيب الرعاة ونقعد كلنا السنة دي يا جماعة المصلحة العامة إحنا في خندق واحد تعالوا نعوضكوا بطريقة مختلفة يعني ممكن نزود مطشات ودية للي ما بيلعبوش في المنتخبات ممكن لكن في إطار المطشات الرسمية والبطولات الإفريقية والإزدحام ده صدقني مش هتعرف تصلح طيب قال كمان الاتحاد في بيانه إن المجلس مجلس دارة الاتحاد المصري كنت القدم بيؤكد على أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد 4 فبراير 20-24 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يتدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة القادمة رئيس البعثة خالد الدرندلي المشرف حازم يبقى الاتنين مش واحد مش رئيس البعثة المشرف لا لا رئيس البعثة السيد خالد الدرندلي والتقارير الإدارية طبعا والفنية بتاعة المدرب والطبية باعتبار أنه مشكلة محمد صلاح كان ناحية طبية ومشكلة إمام عشور والشناوي كانوا من المشاكل الطبية المشاكل دي تبقى عرضة للقيلة والقال لأن الحقيقة لو طلعت كانت حتغنينا جميعا عن الكلام ده طيب رئي فتوريا مسؤول وكل التحليلات بتحمله المسؤولية شرط الجزائي راتب ثلاث شهور يعني ستمائة ألف يورو مفيش حل يمشي إذا ما كانش هو عنده ومينة هقول إيه مش حيبقى عنده عنده إيه آه يعني إنت عنده إيه يعني راجل يقدر يخش تمائة ألف دولار يسيبهم ليه هتقوله خليهم تلتمية حيقول لك حاضر عشان أسيب ذكرة طيبة خالفي يعني لو عمل كده لو عمل كده يشكر يشكر جدا هاي هيبقى يعني إنت كمان رعيت مشاعرنا يعني محدش أسهر معاك ممكن أسهدك سؤال تاني نمشي في توريا نجيب أجنابي ولا وطني أنا رأيي وطني وطني المنتخبات محتاجة الوطني يعصص برأيي قل لي ثلاث أسماء قل لي ثلاث أسماء تنصح مش غوري لا لا مش غوري أنا نصحك بيني وبينك على الأوى أنا وينصح ليه مش غوري لأن أنا يمكن لو أنصح أدور لبرشح تقول لك شوفوا عايزين وليه ده إنما تؤيد الوطني ما هو لما تشوف الجزار والمغرب قالوا كده قالوا الوطني ليه لأن انت بتلعب كاس العالم كل أربع سنية وأمم أفريقيا كل سنتين طيب ما هو الأجنابي ده انت تقعد وعلى فكرة في الآخر بيتأثر بالقراء اللي بتتقلم اللي حواليه طيب ما نجيب الوطني ده وجيبه وبلش الحساب على المطشط الودية وعلى الأداف القريبة هديله على الأل يعني يعني سنة بس كمان هو كمان الوطني ده لما ييجي يبقى عنده من الصدق واش شجع إنه شتغل صح يعني أنا مثلا تجربة إيهاب جلال إنتا مش جايت أصلا لا المداري المنتخب ده مش جاي يصنع لعب أيوة ما جاي كاتش اللي يجير الفريق أصلا عايز أعودهم على الخروج من تحت لا لا اعمل ده مع مصر المقاصة بقى لا عندك فرعة على مدى بعيد أو اختار بقى لعبتك اللي بتعمل كده إنه ما جيب المنتخب أبرانه على كده في مطشط الودية هياخدوكه ده واتروحه هو ده 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 افتقاد للي مطلوب من مدرب المنتخب يعني مدرب المنتخب أنا في تقديري إنه كابتر حسن شحاتها يا جماعة قدم النموذج الحقيقي اللي بيقوله إنه الفرق بين مدرب المنتخب ومدرب النادي مدرب النادي عنده وقت طويل قوي وعنده مطشط كتيرة يفرض اسلوبه يفرض اسلوبه يغير طريقة الأداء ويعد المراكز اللعيبة ويتطور أداء اللعيبة ويحط بصمته التكتيكية كل ده متاح لمدرب النادي خلي بالك الفرق لأنه عنده شغله كل يوم الفرق بين الخطة والاسلوب هو اللي أنا بتكلم فيه ده تمام طريقة اللعبة خد اللي أنت عايزه مدرب المنتخب أولا ما عندوش رفاهية الوقت هو بيجمع الفريق في الفترة بتاعة الأجندة الدولية عشان يلعب مطشط فما عندوش أبدا لا دور ولا مسئولية ولا فرصة إنه يعمل بصمة تكتيكية أو يغير طريقة أداء فريق لكن المطلوب منه إيه شخصية كويسة قادرة على إدارة الفريق عين جيدة قادرة على الانتقاء ثم قدرات تكتيكية في الكاتشانة أو في القيادة الفنية قادرة تدير المباريات وتدير البطولات بشكل كويس ليه بقولكم كابتن حسن شحاتة قدم النموذج ده خد لعبة النادي الأهلي وأضف عليهم وكابتن الجهر بعض اللعيبة المتميزة من برى الأهلي يعني أحمد حسن ليه دور كبير جدا الصقر عبد الظاهر الساقة في الفترة الأولانية والتانية عمر زاكي محمد زيدان حسن عبد ربو أحمد حسين ميدو في بعض الفترات وهكذا بس كان القوامل أكبر النادي الأهلي ثم أضاف إلى أنه أجواء كويسة أنا شفتها بنفسي في غانا 2008 الراجل عامل أجواء لطيفة جدا بينه وبين اللعيبة فاللعيبة بتحبه وبتحترمه رقم اتنين احترم قدرات كل لاعب في مركزه لبدل ولا عدل لغير طريقة الأدايا يعني انت جاي من النادي الأهلي بتلعب ثلاثة خمسة اتنين خلاص هنالعب بثلاثة خمسة اتنين فضلت انت محافظ على النسق الفني والرسم التكتيكي بتاع اللي اللعيبة واخد عليه لصدامهم بتغيير طريقة أداء ولا غير مركزهم فقط أدارهم بشكل كويس هنا يا جماعة فكرة المدرب الوطني للمنتقب بتيجي دورها عنده الحماسة الوطنية عنده الحس الشعبي والوطني عشان نوضح حيطة لعبة النادي الأهلي هو مش مش حماسة أو تحيز إنما أنا عايز أدي لك نموذج دلوقتي انت اخترت لعيبة لخط الظهر بتاعك ما انت اللعيبة اللي لعب الجنب بعضها ها لعبة النادي الأهلي لكن لو فيه لعيب برا يتفوق عليهم بشكل واضح اه تضموا طبعاً لكن لو فيه لعيبة متقربة المستوى استفيد من التجانس ده ما تخمرش بقى بأنك تفقد الانسجام عشان تجرب حاجة يعني يعني هو ده اللي أصدع ليه لكن مش للأهلي بشكل مطلق يعني أو الزمالك بشكل مطلق يعني يفرد فيه لحظة ما لقيت اتنين من زمانات برا يسين أوي احنا اكبر عدد طب صوت اكبر عدد هل دول احسن ناس في مراكزهم ساعة الجد انت لعبت كام لعيب منهم هو ده اللي احنا عايزين نقوله ففقدت احياناً عناصر ربما كانت ستفيدك المسألة مش مسألة انك يعني التحيز يعني احنا مش عايزين تاخد في المطلق كده في رئة الاهلي خد الأفضل للأجهز انما لو فيه لعيبة متكافعة في المستوى خد اللي المتساجمين مع بعض بس هي تجربة حسن شحاتة انا بقصد فيها العدالة لانه حتى هو كابتن ورمز نادي الزمالك ما ابخذش حق اقولها بالطريقة دي يا سيد زبريم عشان الناس تفيد هم دول اللي جاهزين وهم دول الأفضل اللي هي خلص جمهور الزمالك اللي هو جمهوري انا كحسن شحاتة هيهاجمني وهيزعل بس انا عادل بما يكفي ان انا هختار الأرض وانت عندك الناس دي اللي عمالة تكسب في أفريقيا عندها الخبرة الأفريقية بالضبط فانت عندك سبب وخد ألمع الناس اللي تزيد عليهم كأفراد في مراكزهم انما اللي تتكافى معهم ما فيش دعا للتغيير طيب المسألة مسألة الوطني هو دي بتجسدها تجربة كابتن حسن شحاتة الرؤية دي واللي عايز يجي ينجح هتقولي كابتن حسن شحاتة بعد كده أخفقها وغادر فهي طبيعي ان انت مش هتقدر تقعد السنين كلها في نفس المنوع لان أولا الأفكار بتستنزق والأفراد بيكبروا والأفراد بتكبر لنجحت بيها طبعا فانت عشان تبتدي تخلق ايوه دوافع لفرقة جديدة عايز حد جديد بيدوافع جديدة ايوه بالضبط فما فيش ما زي برادلي كسر الدنيا العلامة الكاملة وجي فماتش واحد فاخد كل شيء غانة مش معنا كده انه مدرب وحشة يبقى انه ده مكانش يبشي واخد بالك كوبر لانه قاعد مدة طويلة قدر يفرد اسلوب مش اسلوب اللعب تخط خطته طريقة اللعب اسلوب اللعب ده زي اللي عايزه كان الكابتن يهاب زي جراديولا يبقى له الشخصية البساطة ده تقدر تطبقه وتفرده مع فريق نادي مع فريق نادي او تكون صاحب هذا الاسلوب للفريق اللي احنا بنتكلم عليه بقى لو حيبقى معظم ما هو اللعب المنتخب منه يبقى ممكن اجيبك ايوه عشان بيلعبتك اللي تاخد الاخدر على تطبيق اسلوبك لكن اذا ما كانش كده يبقى انت حتضيع وقتك وحتوه غامر واخد بالك حسام البادري حسام البادري كنت ارجو وهو كان الشخصية قوية اذا ريفرض اللي هو عايزه ربما خضع بعض الشيء لحاجات لانه هو ما استفدش من فترات التوقف كما ينبغي لصالحه وصالح المنتخد انما كان ممكن ياخد فرص اكتر من كده الناس عايزة كابتن حسام ابراهيم طيب اللي يكون ملاحظات عليهم قللهم غيروا ده الطريق غيروا الاسلوب ده عشان نقدر في المستقبل نجيبك انما الرفض دون التواصل عندهم ايجابيات عندهم ايجابيات يبقى انا قلهم انتو فيكم ميزة كذا كذا يعيبكوا ايه خايفين من الانفعال او فقد لأ شوفوا طريقة بقى تثبتونا ان فيه سيطارة عشان نستفيد من مدربين اهو حسام عندنا تجربة مع فنشان الوقت هنيجي لقول مين اميز الناس الوقت وصلنا الناس بترشح كابتن ايمان رمادي اللي بقى له سنة راجع مع اسوان ومع سيراميكا مش يقيت ايه التجربته في مصر هنا خد بالك حاجة انت لازم انت دارع الشخصية الشخصية القيادية ما هو الله اعلم انا مدرش احكم عليه هتيجي تاخد برضو حط معيير انك انت قدرت مين لان الفريتين دول مفهومش لعيب او اتنين في المنتخب اه انت عايز كابتن مثلا حتقول لي اسماء ما انت مش بتسألني كابتن علي مهر لا عنده عنده تجربة عنده تجربة وموجود طب هل انت ما مسكتوش مسأل المنتخب الاولمبي فانت ربما يكون الحل الامثل دلوقتي انك تضم المنتخب الاول بعد الاولمبيات ما انا بتكلم على بعد الاولمبيات وتشتغل بالمساعدين مصريين يكونوا موجودين مع المدرب اجنابي ما تجلش بطاقمه انت مش مدرب نادي انت مدرب منتخب انت يجب ان يكون معاك عناصر قوية تستطيع انها تكون همزة وصل ما عندهاش مشاكل وما عندهاش سمعة انتماء اعمى الانتماء موجود لكن المصلحة بتاعت مصر تجب كل شيء دي نصيحتي يعني يعني حاليا انت ليه بقول بقى الراجب بتاع المنتخب الاولمبي ما هو راخل بقى له سنتين يعني مفيش علامة واضحة للمنتخب الاولمبي لا يعني اداءه اداءه حتى الان مقنع اكتر من الفريق الاول لان Hope خلي بالك ما عندهاش النجوم التي كانت في يعني انت لما تشوف المتخب بتاعنا اللي كسب اللي فاد دا اللي هو كان كابتنه وكابتن رمضان صحب خيك ده كان مليئ بالنجوم هم 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 نجوم الدامر المصري ماء فقر المواهب دي قضية تانية بردouch لا ما فيش فقر مواهب والله أستاذ إبراهيم ما فيه فقر مواهب فيه طرق لعب لا تزهر المواهبة طيب الحياة مسؤولية الإخفاق في الكان للمنتخب استرعى اهتمام كبار للكتاب فتقريبا عدد كبير أدل بدلوه في هذا الإخفاق وأسبابه كتب الأستاذ كرم جبرو رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام مقالته في الأخبار بعنوان أوهام فيتوريا وقال إن البطولة حقق رئي فيتوريا قبلها 13 انتصار فظن نفسه رجل للمهام الصعبة واغتر وصار ديكتاتورا لا يقبل المراجعة ولا التفكير في المستوى الحقيقي للمنتخب وقال كرم جبرو أظن الرجال التحاد الكرة ظن الرجال التحاد الكرة أنهم جاءوا بمعجزة ستحقق الانتصارات في أدغال إفريقيا فتركوه ولم يناقشوا برامج الإعداد وابتلعوا طعم الانتصارات الوهمية وبيشيله المسؤولية الكاملة ويقولك إن المفاجأة في البطولة كانت في فرق كانت مجولة فأطفت على البطولة قوة وبيقول إن اللاعبون الأفرق لا يعترضون على الحكام أما لعبون فلم يتركوا خطأا ضدهم إلا واستخداموا الأيد والألفاظ في الاعتراض وبيقول يجب أن يرحل على فيتوريا لأن الجماهير كلها فقدت الثقة فيه وسيكون موضعا للتهكم والهجوم المستمر هو والتحاد الكرة ويفتح بابا للأزمات لن يستطيع أحد غلقه وبيقول كرم جبر في ختامة مقالته لم يقدم فيتوريا لعبا واحدا من اكتشافه بل اعتمد على تدوير الأديم دون أن يطور أداءهم أو يعالج أخطأهم ونصف الفريق على الأقل أجسام ضعيفة وهزيلة ولا تصلح إلا للعب الكرة الشراب وليس مصارعة أبطال أفريقيا بيقول بقى يعني في الآخر أنه نريد فريقا جديدا من اللاعبين العطاشة للكرة والانتصارات والأمجاد وأول صفاتهم في الأجسام القوية لمس نقطة انضباطية قال لك ما شفناش الأفارقة بيحتاجوا بالعنف اللي اللاعباتنا عملها على الهايفا والمليانة والمتدرب قاعد برا فاخد السيطرة على هذا الإسلوب يعني طيب اختلف شوية معاه الكاتب الصحف الكبير محمد بركات رئيس تحرير الأخبار السابق في مقالاته بدون ترادل بغير الكابتن بركات ها ها طبعا قال أنه رغم ردود الفعل الصاخطة التي تتملكنا جميعا جراء الأداء المؤسف للمنتخب القومي خلال منافسات كاس الأمم إلا أنه ليس من الصواب في شيء السمح لهذه المشاعر أن تسيطر علينا بحيث تقودنا إلى الاستغراق في جلد الزات وبيقول أننا في تأديري أنه من الخطأ تصور أن ما جرى في الكود ديفور هو التعبير الصحيح والدائم على وضع مصر ووزنها وثقالها على الخريطة الرياضية لكرة القدم الأفريقية وأيضا الدولية أو أنها تمثل نهاية المطاف لقدراتنا على المنافسة والصعود بيقول محمد بركات في يقيني أيضا أنه من الخطأ كذلك تصور أن ما جرى تول المباريات التي خدناها هو ختمة المشوار المصري على خريطة التواجد المتميز ده ده السبب أستاذ براهيم للغضب ده لهذه الأسباب إحنا في زعل لأنه ليس مفروض أن ده يبقى الأداء الذي يعبر عن حقيقة المستوى الكروي بيقول أحسب أن من الواجب والضروري أن نبدأ وفورا في البحث الجد والدراسة الموضوعية العلمية الوعية للأسباب التي أدت بنا إلى ما نحن عليه اليوم وطوال المباريات الأربع التي يخدناها وفي ذلك علينا أن نضع في اعتبارنا أن كرة القدم العالمية قد تحولت من مجرد رياضة للتسلية إلى صناعة كاملة تقوم على أسس فنية وإدارية وعلمية حديثة ومتطورة وعلينا أن نضع هدفا واضحا نعمل للوصول إليه وتحقيقه من خلال هذه الدراسة وهو بناء منظومة صحيحة وقوية لكرة القدم بعيدا عن هذه العشوائية والمجملات وغياب الكفاءة وبيقول محمد بركات في ختام مقالاته المهمة أقترح أن نأخذ من الواقع المشرف للمنتخب القومي لكرة اليد عبرة ومثلا نحتزي بهم في السير على الطريق الصحيح ده كلام مهم جدا أيه بس هو كلام ما بيحطناش في تفاصيل العلاج بقول لك ندرس شوف إيه اللي حصل كرة علم كلنا متفقين عايزين نأخذ بالأسباب عايزين نأخذ بالأسباب عايزين نبعد على عشوائي المجملات أيه إزاي لا عايز تدرس اللي حصل بشكل علمي ندرس كلمة ندرس دي هي اللي مدخلانا في نفق خلاص المفروض أن احنا عرفنا أن احنا انتهينا من الدراسة الأمر أصبح واضح سؤال هل هذا المنتخب نتاج منظومة كرة جيدة لا إزاي يكون عندنا منظومة كرة كويسة ثاني المسابقة بتاعتك لازم تتبني بطريقة صح ما هو أستاذ إبراهيم خلاص ما فيش دراسة أكتر من كده كل الأسباب اللي قلناها دي نتيجة نتيجة مش دراسة بقى نتيجة واقع فارض نفسه أنه بنكرر نفس الكلام بنفس الاسلوب ده الكلام ده بالزبط كده بعد كل فشل قلناه في كاس العالم الهانة هذا الأمر على أن احنا أنا مش مختلف مع موضوعي الكاتب احنا كلنا عايزين اللي كاتبه بس لازم نفهم أن ترديد هذا الأمر بالطريقة دي حيخلينا ما نعملش حاجة عايزين نشاور بقى على الأخطاء هنشاور بعض الفاصل